شكرا معالي الوزيرة الآن كلمة سعاد سفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهشمية بالقاهرة فليتفض بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معالي وزيرة الثقافة السيدة نيفين الكلاني سعادة الدكتور أحمد بهيددين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام والصحافة تحيها تحية ملؤها التقدير والمحبة لمصر قيادة وشعبا وحكومة نجتمع اليوم وتجمعنا الثقافة كما هي الروابط والأخوة والعلاقات التاريخية بين الأردن ومصر لتضيف لبنة إلى ثوابت العلاقات الراسخة بين عمانا العز وقاهرة المعز والتي تتوجها وتقودها التوجيهات المستمرة من قيادتي البلدين جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظهم الله وتعزيز أوجه التعاون والتكامل بين بلدين وشعبين الشقيقين وإذ تعود العلاقات الأردنية المصرية إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية التي دخلت هذا العام مئويتها الثانية لنعتز بأنها قدمت على مدار عمرها الممتد نموذجا نوعيا في المنطقة العربية يحمل رصيدا من التنسيق والتعاون والتبادل المشترك على مختلف الأصعدة نلتقي عبر بوابة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا المحفل الثقافي والأدبي الحاضنة النوعية والوعاء الفكري الذي يعرض للإنتاج الأدبي والثقافي العربي وهو ما ليس بغريب على مصر التي تشكل حالة عربية فريدة ومتكاملة تجمع بين الثقافة والحضارة ويحمل تاريخها تسلسلا ثقافيا يمتد لعقود رغم كل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه العالم ورغم كل ما يواجه دولنا من تحديات اقتصادية نرى اليوم مصر أيضا تهتم بالثقافة موازية لاهتمامها بكل قطاعات الأخرى وهذا يجسد القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرعى هذا المعرض الدولي للكتاب وهنا أود أن نهنئ مصر حقيقة بهذا الإنجاز وكل الإنجازات الأخرى التي شهدناها على مدى الثمانية سنوات الماضية أود أن أستعرض فقط تطورات العلاقات الثقافية بين الأردن ومصر وأبرز محطاتها ابتداء من احتضان الأردن للمؤتمر الأول لوزراء الثقافة العرب عام 1967 بمشاركة طبعا مصر اختيار عمان عاصمة الثقافة العربية في عام 2002 واستضافة الأردن أسبوع الثقافي الثقافة المصري التعاون الثقافي بين البلدين حينما اختيرت عمان عاصمة للثقافة العربية في عام 2002 وانعقاد اجتماع وزراء الثقافة العرب فيها في العام 2006 تطور التعاون الثقافي بين الأردن ومصر بالاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تنفيذ برنامج مكتبة الأسرة المصرية بدأت منذ العام 2006 مشاركة الأردن بجناح ثابت في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحلت أيضا جمهورية مصر العربية ضيف شرف في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته للعام 2018 وإذ يحل الأردن ضيف شرف على الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لنجد فيها مناسبة ثقافية ذات مكانة تستحق مشاركة نوعية ونؤمن بما يوفره المعرض من نافذة واسعة لعرض الإنتاج الثقافي الأردني ومساهماته في حقوق الثقافة العربية ومنذ تشرف الأردن بتسلم علم ضيف الشرف في العام الماضي بدأت بأكورة العمل والتنسيق والمتابعة ضمن خطة عمل تقوم عليها وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية لضمان مشاركة نوعية وحضور فاعل يعرض للثقافة الأردنية بتنوعها أدبا وشعرا ورواية وتاريخا واختارت وزارة الثقافة الأردنية عنوان الأردن حضارة الماضي وإبداع المستقبل ليكون شعارا للمشاركة الأردنية في أعمال مهرجان القاهرة للكتاب ليدلل على استمرارية الإنجاز والإنتاج الثقافي والفكري للمملكة ولتكون أيضا الثقافة جسرا رابطا بين الماضي والمستقبل من وحي أهميتها في رفض الحضارة بإبداعات يرسمها الساهرون والمساهمون على حق للثقافة والآداب والفنون وتشكلت في المملكة لجنة مشتركة من جميع الجهات المعنية بالثقافة والأدب الحكومية والأهلية إيمانا بالمساهمات والمساحة الثقافية التي يشترك فيها الجميع وضمت اللجنة طبعا الجهات الشريكة التي هي الديوان الملك الهاشمي رئاسة الوزراء وزارة الثقافة السفارة الأردنية في القاهرة ووزارة السياحة والأثار وزارة الاتصال الحكومي وأمانة عمال الكبرى وهيئة تنشيط السياحة ومؤسسة عبد الحميد شومان واتحاد الناشرين الأردنيين تشمل المشاركة الأردنية والتي نقدر الجهد الكبير لوزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة المصرية للكتاب للتعاون الكبير وللتسهيلات التي قدموها وللدعم الذي حضين به وهناك طبعا ثلاث محاور توزعت على جناح ضيف الشرف اللي هو الأردن والبرنامج الثقافي والبرنامج الفني أولا الجناح الأردني تم تصميمه بما يعكس مقومات إبداعية أردنية والاستناد للاقة بين التكنولوجيا والثقافة والإنتاج الإبداعي وتبرز مفردات جناح ضيف الشرف ملامح العمارة الأردنية بطريقة عصرية مع الاحتفاظ بقيم الأصالة التي ميزت التراث والتاريخ الوطني الأردني مع مدخلات لرموز وطنية ومعالم تراثية وسياحية يشتمل البرنامج الثقافي على مشاركة 85 كاتب وشاعر وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من الأردن ومصر توزعت حضورهم على 27 فعالية ما بين 23 ندوة ومحاضرة وأربع عروض مسرحية وقراءات قصصية للأطفال وثلاث قراءات قصصية وثلاث أمسيات شعرية سيكون هناك عدد من الندوات المتعلقة بالعلاقات السياسية والدبلوماسية بين الأردن ومصر وتاريخ العلاقة الممتدة والعلاقات الثقافية بين البلدين سيكون أيضا هناك محاكاة بصرية لمتحف الحياة البرلمانية البرنامج الفني ويشتمل على عروض تراثية لفرقة أمانة عمان وفرقة الفنان طارق الجندي والفنانة زين عوض إضافة لعروض مسرحية غنائية للأطفال لجهة الإصدارات ودور النشر المشاركة واتحاد الناشرين فإن عدد دور النشر الأردنية المشاركة هي 28 دار نشر منها 15 دار متواجدة و13 دار بالتوكيل يضم جناح اتحاد الناشرين الأردنيين 5 دور نشر وعدد الإصدارات المعروضة 10 ألاف عنوان من الإصدارات الحديثة و255 عنوان من إصدارات وزارة الثقافة و10 عنوين لمركز التوثيق الملكي الهاشبي في النهاية مرة أخرى أود معالي الوزيرة أن أتقدم بالشكر لك شخصيا ولكل العاملين في وزارة الثقافة والحكومة المصرية أيضا على الدعم الذي قدمتموه لاستضابة الأردن في هذا المعرض الدولي الهام الذي يجسد حرص مصر وقيادتها للأمة العربية وتأكيدها دائما على أن الثقافة هي وعاء الحضارة وأن الثقافة هي التي تجسد عمق العلاقات الأخوية بين الشعوب شكرا لكم ويعطيكم العافية شكرا لكم